رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي بتقوم بدور الجسر والنور والبركة اللي بتتخنى على مجالس العلم وتخلينا دايما في وسط بحضرة مولانا سبحانه وتعالى وتخلينا في مجالس العلم والنهاردة مازلنا في رحلتنا مع كتاب الله واحنا بنتكلم في تاني لابنا بتبنينا لان احنا شعرنا ان القرآن يبنينا وكنا مع الآية العجيبة اللي مليانة نور واللي بتجمعنا كلنا تخيل آية تجمعنا جميعا وربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا ويقولنا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كلنا مجموعين في ساحة العبيد كلنا مجموعين في ساحة العبيد وعشان كده لازم طول الوقت احنا بنتكلم مع الناس واحنا بنتعامل معاهم لازم نكون في عنينا وفي قلبنا دايما هذه الآية فاتخلينا واحنا بنتعامل مع الناس نتعامل مع الناس بماذا؟ نتعامل مع الناس بألفاظ جميلة ونتعامل معاهم بأرقم يكون ونمتن لهم على وجودهم في حياتنا والأدوار اللي بيقوموا بيها في حياتنا وكمان نراجع نفسنا قبل ما نتكلم لو فيه اي لفظة فيها اي انتقاس او تمييز او سوء نحزفها ونشيلها عملا بسنة رسول الله صلى الله رسول الله قال للراجل وهو بيكلمه لما فزع قال له هون عليك يا أخي يا أخي يا أخي أنا وانت حاجة واحد ما أنا إلا عبد أكله كما يأكل العبد وأجلسه كما يجلس العبد شوف تطيب خاطر الراجل وشوف حضرة النبي وهو بيحطه وهو مؤني حضرة النبي وهو اللي قال لنا لست كهيئتكم ولكن شوف حضرة النبي بيعلمنا السواسية ازاي ثالث حاجة ان احنا لازم نستغفر للناس ودايما نستغفر إذا جلنا وإذا تلفظنا بلفظ مش مناسب ونعتذر للناس لو أن احنا تلفظنا بلفظ فيه أي نوع من أنواع الانتقاس ونبدأ للناس بظاهر الغيب ويا سلام لو أن احنا وإحنا نتعامل مع الناس لقبنا الناس بألقاب مناسبة وجميلة تخليهم يشعروا وأن احنا دايما بنظر لهم على أنهم قيم في حياتنا يا رب يجعلنا دايما من أهل السواسية عشان السواسية دي السواسية دي سعة والسواسية دي جزابة عايز تبقى جزاب خليك من أهل السواسية أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرك طيب وحضرك طيب لو سمحت عندي سؤال هل الصلاب البنطلون حرام السؤال دوة الصلاب البنطلون احنا عندنا طيب نكمل الأسئلة وسؤال كمان لو أنا في مجال شغلي في ناس بتعرض بتعرض أنها تديني فلوس وأنا برفض بس بعض الأوقات في ناس بتتداي وتقول دي طالعة مننا بنفس راضية أنت ما طلبتش ويحلفوا أني أخد فقال الفلوس دي كده حرام أول سؤال السؤال الأولاني بيسأل على الصلاة في البنطلون حرام احنا عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة يعني ايه ستر العورة ستر العورة أن أنت تكون مغطي عن رجل يكون بيغطي ما بين السرة والركم وعند المرأة تغطي جميع بدنها إلا لواجه والكفين طيب لو حد يلابس لبس بتسأله عن البنطلون البنطلون مش البنطلون نفسه مش هو الحرام والحلال إيه وصف البنطلون دو يعني لبس المرأة اللي هي تخرج بيه وتكون في وسط الناس لازم لا يسف ولا يشف أما وهي لبس البنطلون لوحدها وفي بيتها آه يجوز أنه تصلي بيه صلاة عاد تكون صحيحة صلاة عاد تكون صحيحة لأنه ماله ساتر للعورة والرجل إذا صلى في البنطلون برضو برضو صلاة عاد تكون صحيحة لأنه ساتر للعورة يبقى إيه اللي حاصل بدل هو في نفسه كده في مكانه بيصلي بشيء يستعودته يبقى صلاة صحيحة وليس فيه إيه وليس فيه حرام